بتقول ان هي كان عندها كانسر في الغدد الينفاوية وانها خلصت عايز اقولك حاجة بسم الله ومشاء الله باذن الله باذن الله بترجعوا احسن من الاول وبترجعوا كمان بقوة اكتر بصحة احلى بجمال احلى وجمال اكتر انا بقول الكلام ده ان دايما يا جماعة اللي بيقع ويجي يقوم بيعمل حسابة بيعمل حساب انه كان وقع فلازم ينفض نفسه ولازم يقوم ويقوم كويس ويهتم بيهدوم بقى موها وقع وقع في الحفرة والحفرة دي مليانة ترابه ومليانة مية بتراب بطين فهو بيقوم عشان ينظف كويس اللي ماشي عادي بيخدش باله حاب التراب جوبه عليه مش بنفضه لكن هي وقعت فلما وقعت هتيجي تقوم هتنفض نفسها كويس اوي وهترجع احسن من الاول في حاجات معينة احنا بناخدها وبنعملها علشان نستعيد تاني صحتنا علشان نقف تاني على رجلينا الجسم ربنا جعله سبحانه وتعالى انه هو بيجدد نفسه بيجدد نفسه في كل فترة اللي بيخلي الجسم يتجدد اول حاجة بتخلي الجسم يتجدد الصيام الصيام بمعنى احنا لما هنيجي نصوم بنصوم لمدة من ثلاث اسابيع لاربع اسابيع بنصومهم متتاليين بيحصل ايه بيحصل ان الجسم بيبتدي يشيل كل الخلايا الميتة اللي موجودة في الجسم طب انا يا دكتورة مش هقدر اسوم دلوقتي ما تصوميش بس ابتدي اللي يقدر يصوم يصوم عشان يجدد جسمه اللي مقدرش يصوم يعمل ايه يمنع الفترة تاعت من اول ما يصحى لغاية بعديها بساعتين يمنع كل الاكل ويبتدي بس في المشروبات يبتدي يدخل الارم انا جسم يبتدي يشتغلي يبتدي الجسم نفسه بيعمل ايه بيشيل الخلايا اللي هي المستهلكة ويرجع تاني الخلايا الجديدة بيبني الخلايا بتاعته كل ما انا هبتدي ان انا حرمه كل ما يبتدي هو ايه يبني يعمل لي يشيل الخلايا الميتة ويبني الخلايا الجديدة